طيب الزبيل سعيد الإمام في الجمهورية مدام فتحنا بقى محمود معروف قال غريب أمر مسيماني مع الأهلي يكتب سطرا ويترك الآخر الخسارة أمام ساندونز في القاهرة لا يمكن أن تمر هكذا دون تصحيح الوضع وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة في جنوب أفريقيا وأرجو أن لا يبالغ مسيماني ولا عبه الأهلي في الخوف من المنافس فهو فريق جيد لكن يمكن الفوز عليه فقد فعلاها الأهلي في بطولة العالم للأندية بنصف طاقته وفاز على منتيري القوي ده كلام مهم جدا برضو في الجمهورية زميل محمد الدمرداش قال قرأت تصريحا لمصدر بالأهلي وصفاه كاتب التصريح له أنه مصدر رسمي يشير فيه لإنزعاج مجلس الإدارة الكبير من تسريب أنباء المحدث من المدير الفني لفريق السلة الأول بالنادى ومدير قطاع الناشئين وأن القلعة الحمراء صارت مخترقة إعلاميا بشكل كبير ثم موضوع كله عن الأهلي وبقال الكابتن الخطيب قال كل ما يرود دون أن ينطق بكلم واحدة فليست من عادته الزهاب للمران دون الحديث مع الجهاز أو تبادل الحديث مع اللاعبين والإطمان عليهم وهو ملفة أنظار الجميع ودفع بعضهم للتأكيد على أن بيبوا غضبوا بشدة من أداء الفريق أمام سانداونس أعتقد يا زميلنا محمد الدمرداش أن أنت النهاردة شفت كابتن الخطيب وهو بيقول للعيبة قد إيه سقتنا فيكو كبيرة وبلا حدود لا يعني هو يعني اتجه إلى الموضوعية بتستفسيره في الجزء الأولاني أن إزاي الأهلي مستاء لتسريب أخبار دخناقة دي مش عايزة إعلام ده ستبقى حديث الجنينة أي يعني لا يمكن يكون فيه مصدر رسمي في النادي الأهلي يصف هذا الأمر بالاختراق الإعلامي صحيح اللي بلغت ما كانش دقيق أي واخد بالك لكن ممكن يقول لهم يا جماعة ما كانش صح أن يتم تداول الأمر بالشكل ده أنت وصلتوا الناس أنك يعني ولكن أيضا تم علاج هذا الأمر إزاي أيضا في سياقه يعني أنا أعلم أعلم أن فيه إجراءات إدارية إدارة النشاط اتخذتها ومفوتتش الموقف لكن بدون مبالغة ولا صخب عشان الدنيا كل واحد يعرف إطار الصح من الغلط لكن دونه زي ما أنت بتقول نطار بقى الدنيا